في الحقيقة احنا بنراهن على جيل الغد وبنقول ان منتخبنا منتخب مصر الأولمبي حجز صدارة المجموعة التالية بعدما فازن بارح على منتخب الجابون بنتيجة 2-0 في إطار الجولة الثلاثة من موطولة أفريقيا منتخبنا الأولمبي كده اتأهل بموجهة منتخب غينيا يوم الثلاثاء القادم في الدور نصف النهائي تفاصيل كتير عايزين نعرفها عن منتخبنا الأولمبي وعن هذه الموطولة وعن الجيل القادم اللي ممكن نراهن عليه ويبقى يعني بعد شهور قليلة وربما بعد السنوات قليلة في منتخبنا لكرة القدم عن هذه المباراة وعن إدارة ميكالي للمباراة بطريقة صحيحة وقاية حظوظنا في الفوز بالبطولة أو في حجز مقعد للأولمبياد خلينا نتكلم بشكل أكثر تفصيلا من ضفنا النقد الرياضي لأستاذ سامح سمير اللي من نوارنا النهاردة فيه في ستوديو صباح الخريص أنا ميكا أستاذ سامح وبالتأكيد ألف مبروك للمنتخب المصري أو منتخب مصر الأولمبي اللي بنراهن عليه وبنقول أنه هو يعني نوال فريق عظيم حقق مطلعات كتيرة وشايف فين جون بالفعل صاعدين نقدر نراهن عليهم مستقبلا ما رأىك في القصة دي في البداية طبعا صباح الخير عليك مصطفى وصباح الخير على السادة المشاهدين كل سنة وحضركم طيبين طبعا أيام مباركة بعد عيد الأطحى خلاص طبعا مبروك منتخب مصر الأولمبي يمكن خلاص نور بقى أمبارح أمبارح يمكن حط رجليه كده على بداية السلم لأن المباراتين اللي قبلها أمام نايجر وأمام مالي ما كانتش بالمستوى اللائق قوي كان فيه يمكن سلبيات كتير كان فيه يمكن علامات استفهام كتير كان فيه يمكن تواضع في الأداء كتير كنت بتحاول تتقدم كده مباراتا للأخرى قدم لقدم أخرى لحد من مبارح الحمد لله يمكن أول مباراة صفر صفر ضيعت فرص كتير أمام نايجر ثم مباراة مالي واحد صفر ثم بالأمس أمام الجابون هدفين ولا أحلى لمحمود صابر وإسامة فيصل من ركلة جزائم بالأمس الحمد لله منتخبنا وصل بقى للفرمة اللي نقدر نقول اللي ممكن تقابل غينيا بشكل محترم ثم أتوقع إن شاء الله مصر والمغرب في المباراة النهائية يعني المدير الفني المنتخب الأولمبي ميكالي إي رأيك فيه هل بالفعل حطت خطط حقيقية تقدر تتواكب أو تتناسب مع لعبيننا خلال هذه المباراة؟ شوف هو ميكالي طبعا واضح أنه عامل شغل على الأرض بشكل كويس يعني مش عايزين لا نقول أن الرجل لسه قدامه يعني لا نقول لا ما عملش حاجة ولا نقول أنه هو عمل المعجزات لسه ميكالي برضو بيثبت قدمه مع المنتخب الأولمبي لسه بيحاول حسب خطة تطوير التحاضر الكرة على مستوى المنتخبات بداية من فيتوريا مع المنتخب الأول وحتى ميكالي والمنتخبات بقى بكافة أشكالها فميكالي بيحاول أنه يثبت ذاته كمدير فني برازيلي يستحق الإدارة الفنية للمنتخب الأولمبي وبيحاول أنه هو يعمل كده خطة تطوير أو خطة زمنية بالحصول على كاس هم الأفريقية ثم التأهل لأولمبيات باريس طبعا عشرين أربعة وعشرين اللي بنتمنى طبعا مصر دائما وأبدا ما بتحجز مقاعدها في كافة اللعبات سواء كان الفردية أو الجامعية في الأولمبيات إن شاء الله يكون ميكالي موجود اتفر راجل بيسعى على قدم وصاق إنه هو يقدم منتخب كويس يمكن ظهر ده أو جينا نتفرق كده بعد كاس هم الأفريقية ونحلل ونتكلم أول مباراة أمام النيجر أنت حاولت وصلت ليه المرمى أكثر من مرة أنت بتنجح في خلق الفرص ولكن أنت عاجز تماما عن التهديف فانتهت المباراة بالتعادل السلبية في مباراة مالي يمكن كان الأداء أحسن شوية قدرت أنك أنت تبتدي المباراة بشكل هجومي ضاغط محترم جدا لحد ما إبراهيم عادل نجم المنتخب حتى هدف ولا أحلى من ساروخية ولا أروع فيه شباك منتخب مالي ولكن كالعادة بتصل ليه المرمى وتضيع منك الفرص بشكل ساذج وهفضل أقولها محدش يزعل لأن ده بيحصل نقص الخبرات واضح الخبرات الدولية نقصة بشكل واضح العيبة لسه صغيرة في السن الطموح كبير جدا ولكن اللمسة الأخيرة انهاء الهجمات الفينيش التيكي تاكها اللي بتعمل كده في منتخب مصر في النهاية بتلاقي بتنتهيه بشكل غريب جدا كان ممكن تكسب اتنين تلاتة اربعة أمام مالي ولكن في النهاية طلعت بهدف نظيف وحيد أعزل في المباراة الأمس أنت كنت حسن المباراة صعبة كنت خايف من النيجر اللي هو أربع نقاط ممكن يوصل لك طبعا مالي خلاص خلص الحكاية ووصل هو وأخذ حجز المقعد الثاني وهيلعب أمام منتخب المغرب وكل التوفيق طبعا للأشقاء المغربة العرب إن شاء الله أنهم يواجهون في المباراة النهائية فقدرت انبارح أنك انت تتعامل مع صعوبة المباراة وعناد المنتخب الجابوني أنه هو بيقفل دفاعاته وزنت ما بين الدفاع والهجوم وصلت ليه مرمى ثم نجحت بقى بعد يعني ما تفح الكيه كده كالعادة برضو أنك تحرز الهدف الأول من يعني هاتو خد كده أو صاروخية ولا أحنا من محمود صابر طبعا لاعب منتخب مصر ثم راكل الجزاء أسامة فيصل بعد كده تيكي تاكا أو واحد من وان تو ما بين أسامة فيصل ومصطفى سعد ميسي فنقدر نقول أن منتخبنا بيطلع مباراة طرق أخرى بيضع قدمين في كاسهم الأفريقية عشان بس ما نفردش في الأمل قوي ما نفرحش قوي منتخب مصر طبعا أنت تتفائل تنبسط بالنتائج أنت متصدر المجموعة يعني اللي بيسمعني يقول يا أخي أنت بتتكلم وإحنا تسأل متصدرين المجموعة لا إحنا عايزين أفضل شيء إحنا عايزين الأفضل أنت منتخب مصر أنا عايز أغير ثقافة الناس أنت كبير أنت كبير إفريقيا أنت عالم أو أنت تاريخ في كرة القدم الإفريقية لا والعالدي المنتخب ده كويس لا المنتخب ده كويس جدا بس مش شباب صغير وعملين كانت ممتازة جدا بس نحن عايزين الأفضل طبعا بداية من حمزة علاء حارس ماما ناد الأهلي هو الحارس الرابع في النادي الأهلي مقدم مستويات رائعة جدا مع منتخب مصر جايلك في اللاعبين ولكن إحنا كلمنا عن التكتيج كلمني عن التغييرات اللي قام بها ميكالي طبعا أمبارح كان فيه تغييرين كانوا واضحين جدا في المباراة يمكن أن أول تغيير طبعا هو اعتمد على محمد مغربي في خط الدفاع طبعا أمبارح بدل من أحمد عيد اللي كانوا ياخد انذارات فالطرق هو يعتمد عليها كان أول تغيير ومحمد طرق جه كظاهير أيمن في وسط الملعب طبعا اعتمد على محمود جهاد بدل من محمد شحاتة فدول كانوا تغييرين واضحين جدا ويمكن نزل كمان في الشروط الثاني بمصطفى سعد ميسي قدر يؤدي بشكل أفضل مع أسامة فيصل وأحرزوا الهدف الثاني بعد صاروخية محمود صابر تغييرين بارح بس قدر ميكالي أنه هو يعمل مباراة وصلت للنتيجة اللي أنت عايزها بهدفين طليق باسمه منتخب مصر أمام منتخب الجابوني وأحرصت الثلاث نقاط وتصدرت المجموعة طيب اللاعبين بقى لو حللنا مين اللي بتراحل عليه وتقول أنه سيبقى في يوم من الأيام نجم منتخب مصر للكورة القاتل لا في كتير طبعا يمكن أنا كنت بقول ولا زلت بقول هلت شايف المنتخب ده الأفضل ما بين المنتخبات السابقة في المنتخبات الأولمبية بتكلم تها 23 سنة هو دائما وأبدا المنتخب الأولمبي ما بيبدع في التصفيات وبيبدع في الأولمبيات وبيحاور أنه هو يصل ومش حننسى طبعا تاريخ منتخب مصر في الأولمبيات قضينا بشكل كويس لكن دايما كنا بنوقف عند مرحلة معينة دايما كان ببقى نفسنا في الأفضل لأنك بتقلب منتخبات عالية جدا في أمريكا وفي أسيا وفي أوروبا فبيبقى صعب أنك أنت تتواجد في المكان دي اللي أنت بتتمنى ولكن على مستوى الأماشة اللي موجودة دلوقتي في المنتخب الأولمبي أنت عندك وجوه صاعدة وعدة بكل ما تحملك كلامة من معنى أنا مش بجامل لعب منتخب مصر بالعكس يمكن مداد كلامي كان فيه هجوم أو أن الأتاء متواضع أو يمكن النتائج كمان متواضعة جدا لا تطليق بمنتخب مصر ونفسنا في الأفضل ولكن أنا مراعي أني لسه ميكالي بيحط رجلي على الأرض مراعي أن اللعيبة دي لسه أنت بتلمها وبتفاهمها وبتعرفها يعني إيه تيشرت المنتخب مصر يعني إيه أنت رايح تلعب باسم مصر بكاس أمة أفريقية يعني إيه أنت رايح الأولمبييات طبعا مش سهل جدا حتى لو كانوا هما لعبت الأهل والزمال مين بقى باللعيبة دي بتراني عليه طبعا حمزة علاء ممتاز جدا في حراسة المرمى يعني الأهل أكيد مبسوط به كيد فرحام به حمزة علاء ممتاز في حراسة المرمى منتخب مصر أمامه مستقبل ولا أحلى أنا متوقع ده إن شاء الله لأن الأهل بيعرف إزاي ربي لعبته فحمزة علاء حد ممتاز جدا حسام عبد المجيد طبعا في خط ظهر منتخب مصر ممتاز جدا محمد طارق ممتاز جدا حاتم سكر ممتاز جدا أنت هتلاقييني بقولك انت قولت الفريق محمود صابر طبعا مبارح جايب صاروخية ولا أحلى انت قولت الفريق مصطفى سعد ميسي مبارح أسامة فيصل لما ساته هاي إبراهيم عادل كان ولا أحلى في مبارات يعني هو التخطيط والتيكتيك اللي عليه ملاحظاته لكن اللعيبة فيها نواة لنجوم حقيقين يقدروا بعد كده يشيلوا أسوأ دي حقيقة فعلا يمكن ده لنا بتمنى طبعا أنا شايف قماشة على الملعب عندهم عب خطير جدا في انهال الهجمات زي ما قلنا عندهم عب خطير جدا في ده منتخب ده 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 مدير الفني ده لا ده أداء لاعبين مدير الفني ليس لا علاقة مدير الفني حط التشكيلة وخطة اللعب وطريقة الأداء اللي بتوصلك للسندوق بتاع المنافس انت وصلت لكن إهدار الفرص طبعا ده إمكانيات لاعبين خبرات لاعبين سن لاعبين ففي النهاية اللعبة دي مطالبة طبعا هو قعد معهم قبل مباراة الجابون تكلم معهم في فكرة أنك انت ازاي بتضيع الفرص بهذا الشكل في مباراة النيجر ومباراة مالي فكان من الطبيعي أنك انت تلاقي الاختلاف مباراة برضو ولو بقدر ليس بقليل ولكن كان من الطبيعي أنك انت تلاقيه بشكل مختلف بالأمس ولكن في النهاية أنا شايف أن اللاعبين دول بينقصهم لمسات بسيطة جدا وحيصبحوا لاعبين كبار ولكن ندلهم الفرصة سواء على مستوى المنتخبات إن شاء الله أنهم يخشوا المنتخب الأول أو على مستوى الأندية ما أنا مش هفرح لما لاقي نهاردة سين من اللاعبين عشان ما فيش نادي بعينه يزعل يرجع النادي وضع الدكة استفيد بيه وغامر بيه وديره الفرصة وطور إمكانياته صحيح وديره الثقة بنفسه عشان يقدر يمثل منتخب بلاده قبل ما يخش على المباراة الأخرى حظوظنا إيه في البطولة الأولمبية في أفريقيا يعني حظوظ المنتخب المصري أو المنتخب المصري الأولمبي في هذه البطولة عاملة زي نقدر ناخد هذه البطولة خلينا نفهم الناس الأول إيه اللي بيحصل يمكن سيدا مشاهدين عايزين يفهموا مين اللي حيتأهل الأولمبيات طب إحنا فرصنا إيه للتأهل للأولمبيات ده اللي يهمهم بشكل أكبر طبعا يهمنا أن احنا نحصل على بطولة أمم إفريقيا إن شاء الله الحظوظ بالنسبة ليه بطولة أمم إفريقيا إن شاء الله مش عايز أقول أنها مستحيلة ولكن هي متاحة ممكنة الأماني ممكنة ليه أنت هتواجه إن شاء الله منتخب غينية منتخب قوي جدا منتخب عنيد جدا وإدر أنه يتفوق على منتخب غينة حتى ولو بنفس عدد النقاط ولكن هو تأهل في المركز الثاني بعد منتخب المغرب إن شاء الله تعدي مباراة غينية ده توقعي بإذن الله لو قدرت أنك تتطور مستواك قدرت تستفيد من الأخطاء وتعالجها قدرت تتعالج قصة أنك تستفيد بالفرص في اللمسة الأخيرة على مستوى اللاعبين وخط هجوم منتخب مصر إذا ما نجحنا في الوصول بالمنتخب المباراة النهائية إلا أنا متوقع يكون فيها طرفها المغرب صاحب الأرض والجمهور والمنتخب اللي بيقدم أرواع مستوياته تسع نقاط يا حبيبي تسع نقاط الراجل العلامة الكاملة فإن شاء الله مصر والمغرب يكون في المباراة النهائية كيف تتوقع المباراة النهائية؟ السيداريوهاتها كلها متاحة تقدرش تتكلم فيها تماما إن شاء الله إن شاء الله تكون في النهاية ولكن بالنسبة على مستوى الأولمبيات الناس لازم تبقى فهمة إنك أنت بيتأهل أول ثلاثة منتخبات من البطولة الأول الثاني الثالث ويروحوا باريس ثم الرابع بياخدوا صاحب المركز الرابع بيلاعب صاحب المركز الرابع في أسيا نوع من أنواع التأهل للأولمبيات بشكل مختلف بتأخذ الرابع من أسيا مع الرابع من إفريقيا إن شاء الله أعتقد بقى النعيب قوي إنك أنت تخسر المباراة القادمة وتخسر في مباراة حتى إنت لو خسرت المباراة اللي جاية هتلعب عن باكز الثالث والرابع هذا الطبيعي حتى لو خسرت في الثالث والرابع هتقابل بطل أسيا فأعتقد يعني لو خسرت إنت ما تستهلش تروح البطولة إن شاء الله نكون موجودين في أولمبيات ترجمة نانسي قنقر